اشتركوا في القناة ازاي حضرتك؟ تمام ايه الأخبار؟ كله كويس حضرتك بتشتغل في حاجات كتيرة جداً بس ايه الحاجة اللي تحب تعرف نفسك بيها؟ يعني مؤخراً انا مهتم جداً بالتعليم بس التعليم من ناحية التكنولوجيا انا شايف انه احنا عندنا فرصة كمصر ان احنا يبقى عندنا تعليم زي اللي موجود في كل حتة في العالم فانا مهتم جداً ان انا يعني انا شايف ان احنا هو ده احسن جيش نقدر نخلقه اللي هو الجيش اللي متعلم اللي مثقف اللي بيفهم الكودنج من سن صغير فانا عامل مدارس جديدة هتعلم كودنج من اول فانا مهتم جداً بالحتة دي وشايف ان احنا عندنا نفس الامكانيات ونفس الفرصة اللي موجودة في اي حتة في العالم الكودنج لطفل يقدر يتعلمه منه هو صغير مش حاجة من اول من اول الحضان وبدايتك كانت في موبيكا صح؟ طبعاً احكي لنا اكتر عن البداية في فاميلي بيزنس انا ماقدرش اتداعي ان انا كان ليا دور في ان موبيكا بقت شركة كبيرة ابويا الله يرحمه هو العمل الشركة فانا دخلت على شركة لقيتها يعني حجمها كبير فما كنتش لاقي نفسي كنت تايه 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 لحد ما سافرت دورة في اليابان و وانا في الدورة دي علموني حاجة ظريفة جداً اسمها apply common sense thoroughly يعني مش لازم تبقى فاهم في كل حاجة بس اخليك عائل في اللي انت بتطلق يعني في اللي انت بتفكر فيه ف جات لي فرصة شركة اسمها جنرال موتورز عملت اعلان عايزين حد يورد لهم كراسي عربيات انا بصيت على الاعلان ده I was very interested فقدمنا في الموضوع دوت ودي كانت بدايتي في النجاح ان انا ابتديت قسم كراسي العربيات في موبك كان وقتها ابتدينا بالجنرال موتورز بنورد لهم component وبعدين ابتديت اورد اول كرسي يطلع كامل يتورد لشركة العربيات عربية اسمها اوبل فيكترا كنت بورد لهم الكرسي اربع ساعات قبل ما العربية تطلع من المصدر فبورد just in time فلما تتعلم يعني ايه تورد just in time انت بتتعلم الquality بتتعلم الprecision بتتعلم الموعيد فالحمد لله كنت اول حاجة ابتديتها بكرسي العربية اوبل فيكترا دي والحمد لله النهاردة احنا بنمثل ما بين 80 و90% من سوق العربيات في مصر ايه الفكرة ان هو لازم يوصل قبل اربع ساعات بكترا عشان هما ما عندهمش مكان عشان الكرسي ده حاجة مهيئة فما عندهمش مكان في المصنع انه يخزن يوم او يومين كم الكراسي دي فانك تقدر تورد له just in time معناها انه ما بيخزنش عنده ان الquality مظبوطة انه ما بيدفعش فلوس على حاجة هو ما بيستعملهاش ففي شغلانة العربيات يستحسن يبقى المؤرد just in time ودي كانت اول بصمة لك دي كان اول حاجة ليا والحمد لله يعني في خلال خمس او ست سنين بقى بقت العربيات بتمثل حوالي يعني 30-40% من الترنوفر بتاع موبكا بعد كده قدرت ادخل في بقية البيزنس وانا مش ان انا ابن صاحب المحل يعني بتحس بايه لما بتيجي تركب عربية وتبقى عارف ان الكرسي ده انت اللي عامله بقى بيري براود والحمد لله احنا ما بنكسبش من الافتر ماركت يعني لما بتروح للجينرال موتورز ولما بتروح لمرسيدس ولما بتروح لبي ام دابليو لو في مشكلة في الكرسي بيقولك روح لموبكا حجم الكراسي اللي بترجع لنا عشان الصيانة متهيقلي ما تزيدش عن 0.0001% على مدار الخمساشر السامنة اللي فيه كان ايه احساسك وبتعامل مع شركات اجنبية وشركات عربيات المانية اه احكي لك مرة انا كنت رايح للسي او بتاع شركة بيجو مصر فانا طالع على السلم فسامعوا بيقولهم افتحوا الباب اه عشان اللي جاي ده محمد فاروق ما وعيده مش زي المصريين انا دايما لازم اروح نص ساعة بدري عن معادي قبل جوجل بقى وكده كان نص ساعة بدري عن معادي عشان اه لما بتروح بدري انت بتكسب نص الشغل يعني نص الشغلانة بتخلص انك بتروح بدري يعني ما احنا احنا اغلب بحلقات البرنامج ده اصلا بنصورها بالليل اه بدي اول حلقة نصورها الصبح طب كويس عشان خطر حضرتك شكرا ايه الفرق بين شغل الصبح والشغل بالليل اللي بيصحى بدري بياخد نص الشغل عموما يعني اي حد بيصحى بدري بياخد نص الشغل يعني انا مفيش غير اثنين ثلاثة شركائي هما اللي بيصحوا بدري بنقعد نكلم بعض من ثمانية لحد عشر الصبح طب بتنام الساعة كم مسا لا بنام يعني بنام متأخر واحدة او اثنين ساعات بس لازم اخدناها بالضهر المراحل تعليمك ممكن تحكي لنا عنها اكتر شوي انا جبت واحد وخمسين في المية في سنة وعام كانت وقتها تدخلني النار الحمد لله اه وقتها كنت اعرف الهانم جهاني السادات اه حرم الرئيس اه انور السادات اه كانت بتدرس في جامعة في امريكا اسمها ساوس كارولاين فانا طلبت منها ان انا ادخل للجامعة عندها قلت لها لو حضرتك دخلتين الجامعة او وعدك ان انا اشرافك اه فدخلتني الجامعة في خلال سنة كنت من احسن الف طالب على مستوى امريكا اه اه حاجة اسمها الناشونال دين لست واتقابلت في هارفرد وفي خلال السنة دي خسيت ستين كيلو كنت مية وعشرين كيلو رجعت مصر ستين كيلو انا اضطرت ارجع مصر عشان كان عندي ظروف عائلية فاضطرت عشان كده ارجع مصر اه وتخرجت من الجامعة الامريكية هنا في مصر طب تشرح بايه التحول اللي حصل ده بمجرد يعني من واحد وخمسين لهناك اه تفوق واضح بالضبط امريكا is the land of opportunity يعني هي بتعلمك ازاي تطلع برا صندوق وهو ده اللي انا بحاول اعمله في المدارس عندي ان انا انا عندي مدرستين واحدة بريتش واحدة امريكان وتعليم سنوية عام اه فالطالب لما بيخش احنا بنعمله اختبار وبنقوله انت اتجاهك يا اما بريتش سيستم او امريكان سيستم ففيه ناس جاهزة ان هي تعرف تحفظ وتصم وفيه ناس جاهزة ان هي تعرف تعمل بريزنتيشن وتبقى كرييتر وكلام فكل واحد على حسب الحاجة بتاعته احنا بنوجهه للمدرسة اللي تخصه بس يعني هو كل واحد على حسب شخصيته في المدرسة اللي تخصه بس ما فيش احسن واوحش اه يعني ما فيش احسن واوحش طبعا يعني بس انا 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 باعتبر التعليم المصري زي البريتش سيستم والتعليم الامريكاني حاجة مختلفة فانا ولادي كلهم كانوا في مدارس مثلا هنا اه اه بريتش فانا صممت ان هما يخشوا الجامعة في امريكا لكن الناس عموما مش هتقدر تعمل زي ما انا عملت يعني لكن اه فانا عايز اخرج الطالب من عندي من المدرسة متعلم امريكان سيستم وبريتش سيستم ووين راوند يعني ما فيش حاجة احسن من التانية عشان البريتش سيستم ده بيعلمك الديسيبلين والامريكان سيستم بيعلمك هاو تو بي كرييتف فالتنين مع بعض هو دارة الصحة فانا عايز الطالب من عندي ان شاء الله يعني من المدرسة يبقى اول طالب في مصر يتخرج من مدرسة مصري يقدر يشتغل برا يعني ان شاء الله في طلاب من عندي مش هتخش الجامعة مش محتاجة تخش الجامعة هتبقى متخرجة كفاية قادرة ان هي بالزبط يعني تاخد الشهادات بتاعتها بدري طب دلوقتي بتستثمر في كام دولة في العالم في كل حتة في كل حتة بتحب تشتغل اكتر في الدول دي ولا من مصر استثماراتي الخارجية كلها في التكنولوجي ساكتر ما عنديش حاجة برا مصر غير التكنولوجي ساكتر فيعني كنت مثلا من 10-15 سنة كنت مساهم في شركة اسمها تنسن في الصين هي اللي عندها ويتشات حاجة زي واتساب فبالنسبة لي الصين من اسرع الدول اللي هي بتطبق التكنولوجي في العالم فكنت مستثمر فيها جامد الاول بس دلوقتي مش زي الزمان يعني لكن بستثمر في اي شركة بشوف فيها بوتانشيل ان هي يعني هتغير في التكنولوجي فاكبر استثمارين عندي النهاردة شركة اسمها انفيديا وشركة اسمها مايكروسوف طب حضرتك اشتغلت في كذا مجال ايه العامل المشترك اللي بين كل المجالات ده انك تحبه يعني تشتغل في حاجة انك تكون بتحبها يعني انا الاول كنت مستصعب الهندسة دلوقتي انا كل شغل هندسة فبقيت تعرف اتكلم مع المهندسين واتناقش معاهم وبيبقى كل اكتب يعني انا مثلا في موبيكا كل الديزاين كلها متقربة مع بعض طلع منين طلع من كولكتب وورك ما بين ناس كتير فكل حاجة لما يبقى فيها هارموني بتطلع حاجة كويس ايه الشخص اللي اثر في حياتك يعني دا يما مثلا واحد زي ستيب جوب واحد زي السي او بتاع انفيديا دوت دلوقتي ااااااااااااى الراجل بتاع مايكروسوفت ناديلا كل دي ناس ابتدت من السفر يعني دي ناس ما هياش يعني يعني يمكن انا ساكن جنريشن في شركتي هما فيرس جنريشن وعرفوا يخلقوا الحاجة من الجراش فواحد جاي من الهند والتاني جاي من من تايلاند ولا ولا تايوان فكل دي ناس كانت حياتها صعبة وقدروا ان هما يحفروا في الصخر لحد ما بقى وزي ما بقى عارف حضرك فيه مثل كان اللي هو يموت المعلم ويفضل يتعلم طبعا هل فيه سن معين لو عديته خلاص كده رحت عليك انت عارف انا الموليد كم كم واحد واحد تلاتة وعشرين فانا يعني قررت ان انا لازم اتعلم كل حاجة بعد شات جي بي تي فانا مقتنع جدا ان مفيش حاجة اسمها واحد فاهم كل حاجة لازم تفضل تتعلم كل يوم حاجة جديدة واهم حاجة بس تسراوند يورسلف بناس عايزاك تتعلم وعايزاك تنجح وبتبص على نص الكوباية المليانة يعني مش الفاطئ يعني يقدر واحد دلوقتي خلاص ماشي في شغله وفي كاريره مثلا يبتدي يدخل الاي اي اي مثلا في شغل دلوقتي دي اهم حاجة يعني الاي اي هو اله هو اله هو اهم حاجة النهاردة ولازم كلنا لازم نشوف ازاي الاي اي هيأثر على شغلنا وازاي هل هيفيدنا في الشغل ولا هيدرنا في الشغل يعني في شغلنات كتيرة هتندسر مع الاي اي منها المحاماة منها الكمبلاينسز منها في حاجات في الطب داي البرسكريبشن بتاع الدوة وكلام دا كل دا هيتأثر بالاي اي اي فمهم جدا ان احنا نشوف ايه الشغلنات اللي هتتأثر وايه المكاسب اللي هتيجي في الفترة اللي جاي من الاي اي ورأيك ايه الشغلنات اللي ممكن الاي اي ما يأثرش فيها برضك اي حاجة هقولها لك النهاردة ممكن بكرة تتغير فما تاخدنيش يعني على انه هو دا انا عارف كل حاجة انا يعني من المفهوم الاولي على التأثير بتاع الاي اي المانيفاكتشنج مش هيتأثر الكونستركشن مش هيتأثر الهيلس كير اللي هو الافتر بعد العمليات اللي هو والتمريد والكلام دا كل دا مش هيتأثر الشغلنات اللي زي السباك زي يعني فيش بعض الشغلنات كده يعني مش هتتأثر من الاي اي 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 اول ما ظهر خالص خفت منه ولا قلت هستخدمه انا بستثمر فيه انا براهن عليه من يعني من 15 سنة بس اللي حصل بعد شات جي بي تي كمبليتلي غير العشر سنين اللي فات حس الناس بتقول لك اي 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 وانا شغال بال اي 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 وانا مش هارفت الاي اي دا كان عبارة عن سبراتشيت مكتوبة بطريقة كويسة يعني اكسلشيت مكتوبة فورملا مكتوبة بطريقة كويسة لكن النهاردة الجينيراتف اي 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 هو بقى اللي انت بتجيب داتا من ليكو في داتا هو دا اللي احنا كلنا بنحاول نفهم ان احنا نعمله ازاي فاحنا كل واحد فينا في خلال سنة او سنتين هيبقاله كوبايلت أنا عايز كوبايلوت في التعليم هلاقي كوبايلوت في التعليم عايز كوبايلوت في الصحة هلاقي كوبايلوت في الصحة فالتغيير في الفترة اللي جاية هيبقى يعني سريع جدا كل حاجات اللي أنا كنت بحلم يعني مثلا أنا كنت باستثمر في الأدوية زمان مش مقتنع إن الدواء محتاج 12 سنة عشان يتعمل يعني أنا مش قادر أفهم يعني إيه 12 سنة عشان نقعد نعمل دواء فاستثمرت في الشركات العادية زي فايزر وكده زمان يعني ما وصلتنيش لأي حاجة وبعدين استثمرت في شركات زي شركات البيوتك بعدها بقت تخلي مثلا الـ 12 سنة 8 سنين وبعدين بقى لقيت شركات زي موديرنا استثمرت فيها من قبل الكوفيد وكده علشان هي بروميست إن هي هتعمل علاج بالكمبيوتر وفعلا انت عارف هي عملت الدواء بتاع الكوفيد ده في كم يوم؟ في 3 يام الـ 6 شهر اللي أخدتهم لحد ما الفاكسين طلع ده عشان الاختبارات والـ FDA approval والكلام ده لكن الدواء تعمل في 3 يام فالنهار ده كل واحد عنده مرض تقدر تعمله دواء معين مخصوص ليه بس غالي إن شاء الله في المستقبل هيبقى رخيص فيعني التطور في التكنولوجي هيفيد البشرية في حاجات كتير وهيدرنا طبعا في حاجات يعني أنا مش عارفها لكن يعني فيه إن شاء الله استفادة كبيرة في الوقت اللي جاءت فيه حاجات حضرتك ابتدت تحولها من هي تبقى بيعملها بني آدم لأن خلاص ده بقى بيعملها كمبيوتر؟ أنا بشتغل يعني مثلاً أول روبوت جبته من 15 سنة كان 850 ألف دولار النهاردة آخر روبوت جايبه 28 ألف دولار فالحاجة عمالة ترخص 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 والحاجات أنا مثلاً عشان بشتغل في كراسة العربيات وفيها سيفتي يعني مهم جداً السيفتي فتقولت لازم أشتغل بالروبوت فعشان أقدر أضمن إن كل كرسي يطلع زي التاني طب في بلد زي اللي إحنا فيها كده مصر التعداد السكاني كبير شوية الحاجة زي الإي آي ممكن تأثر بطالة يعني بشكل كبير؟ الإي آي لازم تفيدنا يعني ما تأثرش علينا إحنا بقى عندنا النهاردة عن طريق الإي آي أنا عندي أنا مساهم في شركات في مصر الموظف قاعد في سوهاج وبيبيع شغله لألمانيا بيعمل لهم كودي فإحنا عندنا opportunity إن إحنا مش عايزين نتحجج إن إحنا ظروفنا صعبة وإن الدنيا فيها مشاكل ومش عارف إيه لا إحنا عندنا فرصة إن إحنا نصدر شغلنا من مصر بالدولار وإحنا قاعدين مكاننا في أي حتة في مصر طب عشان نرجع تاني للاستثمار في المدارس وكده المدارس اللي حضراك استثمارت فيها هل يقدر يعني معمولة للطالب البسيط ولا مدارس بقى أنا داخل في المدارس مع صندوق مصر السيادي وكان الهدف من التارجد بتاعنا إن إحنا نغير التعليم في مصر يعني أنا مش موافق على إن إحنا هي دي أحسن حاجة اللي موجودة عندنا التعليم لأ إحنا عايزين نغير التعليم فأنا عشان كده عامل المنهج المصري وعامل المنهج البريتيس سيستم والأمريكان سيستم وعامل ما بينهم إبلاند بحيث إنه يبقى سيستم تعليم مختلف عن الناس اللي هي يعني يعرفين والمدارس عندي اللي دخل السنة دي دخل ما دفعش أكتر من 40 ألف جنيه فعلى المدارس واللي إنتوا هتشوفوه تعتبر مدارس رخيصة جدا أنا عندي الطالب في ابتدائي هاي لما بنعمل شوه زي دوت إحنا لو هم هيعملوا شوه زي ده التصوير عندي في المدرسة والمونتاج عندي في المدرسة والمزيكة عدة المزيكة عندي في المدرسة والهدوم اللي إحنا هنمثل بيها الشوه هتتفصل عندي في المدرسة وجايب لهم ليزر ماشين وجايب لهم يعني ورشة كاملة فكل البروداكشن اللي إنت شايفو دي اللي إحنا فيه ده هيتصنع عندي في المدرسة هو حضرتك كنت شاطر في المدرسة كنت خيب قوي بقول لك جايب 50% ما أنا حاسس ده ده السبب وراء الاهتمامك بالنوعية دي من التعليم لأن فعلا النوعية دي الطالب المصري ما كانش بيدرسها وهو صغير يعني بيبتدي بعد المدرسة أنا شفت إن الكمبينيشن بتاع التعليم المصري والتعليم الأمريكاني هي اللي عملتني فأنا حاولت أعمل كده في أولادي وفي نفس الوقت بقى أنا عايز الطالب اللي مش قادر يسافر أمريكا أجيب له أمريكا عنده يعني هو ده اللي أنا بحاول أعمله دايما بيقولوا إن عشان طور البلد أو الخطوة لازم نبدأ بالتعليم قد إيه ده بجد هيفرق في الجيل الجديد أنا لسه هفتح المدارس السنة دي أنا ما أقدرش أوعدك بأي حاجة علشان يعني أنا لسه بس أنا يعني نفسي تيجي تعمل معايا انترفيو بعد خمس ست سنين أقول لك أنا وصلت ليه والمرة جاية نعمله في المدرسة لا اتفقنا أكيد هيبقى فيه نجاحات كبيرة إن شاء الله إن شاء الله طيب كل شخص بيقى فيه نقطة تحول في حياته إيه كانت نقطة تحول في حياتك هو الصفر لأمريكا؟ هي دي هي دي غيرت يعني كومبليت لي غيرت حياتي يعني من مية وعشرين كيلو لست يعني أنا كنت مثلا لما كنت مية وعشرين كيلو قالك عشان والدي كان ضخم وكده فكان بيقولك مش ممكن ترفع أو مش ممكن هتفضل كتافك عريضة وكلام فلاقيت نفسي لما خسيت أنا كنت بجري كل يوم 14 ميل وباكل 3 طفحات في اليوم لمدة 6 شهر فهو ده اللي خسسني وكت بذاكر فما فيش حاجة اسمها يعني ما قدرش أقولي إن في حاجة اسمها مستحيل طيب طريقة التعليم كانت محمساك أكتر في أمريكا بس إيه الدافع اللي خلاك عايز تفقد وزنه وتجري وتكتابه كان كان سكت والدي فيه إنه إداني الفرصة إن أنا أطلع أمريكا وأنا يعني ما كنت شاطر يعني والوعد اللي أنا وعدت لجهاني السادات إن أنا أبقى يعني أشرف حضرتك في شارك تانك أكيد فت كل المتسابقين بس هل بقى المتسابقين فادوك بحاجة؟ طبعا أنت دايما أي شركة أنت بتخش فيها أنت ما هياش أنت بتخش أزن إنفستر وبتتعلم من اللي أنت بتشوفه يعني أنا من من الشركات اللي أنا يعني دخلت فيها في شركة اسمها مندوبك سمارت دولة في أسوان غيرت فكري عن أسوان كومبليك وعن العمالة في أسوان وعن الإيفيشينسي أنا النهاردة بفكر أعمل معاهم مصانع في أسوان للتصدير برا مصر فأنا ما كنتش مفكر في الموضوع ده خالص قبل كده لكن لما لقيت ناس شغالة وبتشتغل 12 ساعة في اليوم وهناك الناس ملتزمة في الدفع في أسوان يعني حاجات أنا ما كنتش أعرفها قبل كده وشركة من أحسن الشركات اللي أنا يعني دخلت فيها لما دخلنا فيها كانت في أسوان النهاردة في أسوان وسوهاج وأسيوت فعملين يتوسعوا فالمنطقة دي فيها رهيب جدا وممكن نعمل فيها صناعات كتيرة والناس هناك بتشتغل وملتزمة أكتر من القاهرة فهوينط ان احنا نتعلم منهم وانكمل توانفز معه ده غير انه هو مكان مريح نفسيا جدا يعني العيشة هناك يعني أنا بكلمك من ناحية البزنس يعني لكن طبعا يعني اسمه أم ترون كان قاعد في كتركت سلت وشهر في السنة يعني إيه التحديات اللي بتواجهك لما بتبقى داخل بلد جديدة هتستثمر فيها اللي بتحتاج تدرس صقفة الشعب ده يعني مثلا أنا كان عندي تجربة أنه كنت تفاتح مصنع في ألمانيا وكان شغال كويس أنا قفلته يعني وقت الكورونا بس لقيت برضك أن العامل هناك يعني ما هواش يعني سهل زي مصر يعني إحنا في مصر العامل لما بتجيلنا شوحنا عشان عميل مهم يعني لأي حاجة بنقدر نجيب العامل يوم الجمعة والسبت نشغاله وبيبقى جاي على صدر رحم لكن هناك بقى عشان تجيب العامل في الويكند أو تشغاله ساعات زيادة بيعمل لك مصيبة فأنت يعني ممكن تبقى شايف أن كل الدول دي أحسن منك لكن أنت عندك إمكانيات في مصر تقدر تطلع منها حاجات كتير جدا بس يعني يبقى فيه تركيز على القطاع الخاص يعني إزاي بتقدر تتابع أكتر من مجال أنا مينلي بشتغل في الصناعة وبعد كده بشتغل في التكنولوجي وبعد كده عملت المدارس اللي يعني بتحقق الغرض بتاعي مينلي إنت بتقدر تتابع أكتر من مجال بإنك بتجيب جود مانجمنت هي يعني إنت بتبتدي الأول شغلانة بنفسك وبعد كده بتنقي الأشخاص الكف إن هم يديروا الشغلانة دي وبتابع معهم هم بقى بتابع معهم هم أصلي مثلا قبل حلقة حضرتك كلمت معي في السينما وعايز تخش تعمل أفلام وكده لازم ألاقي حد مخه يعني شاطر في السينما أدخل معاه بس لازم أكون في أي حاجة بخشها أعمل إضافة يعني زي ما قلت لك أنا مش عايزة أخش أعمل فيلم والفيلم يكسب لأ أنا عايزة أخش أعمل مسلسل مختلف يتعرض على ناتفليكس يبقى بيتكلم على الحلو في مصر يعني على الأثار وعلى الكلام ده إن دايريكلي يبقى سريع بدل الحاجات البطيئة اللي احنا متفرج عليها يعني لازم أخش أعمل إضافة في المجال اللي أخش فيه مخشش أعمل مدرسة تانية مخشش أعمل فيلم تاني كده يعني يعني بتطور الصناعة أه لازم لو يعني أو غير كده مش هخش يعني يعني لو ملاقيتش جاب في الحتة اللي أنا هخش فيها مش هخش فيها طب إيه المعايير اللي حضرتك بتحطها للاستثمار ده إذا كان ده هينجح ولا مش هينجح المعايير إن إن أنا زي ما بقولك يعني أنا المدارس دي سي البودجت بتاحها كان X أنا عملته X بلس 50% يعني صرفت عليها زياد بس عشان أطلح حاجة تبقى product يعني زي ما أنا عايزه ودايما لما تعمل حاجة صح يعني ربنا بيكرمك فيها وبقى في خبرة دلوقتي عارف إن المشروع ده هينجح ولا برضو أي مشروع جديد كل مشروع جديد إنت داخل فريسك ومش ممكن تبقى ضامن إنه ينجح والحاجة اللي ساعات بتشوفها هتنجح 100% ممكن تاني يوم تخسر يعني وإحنا شفنا ده كذا مرة يعني طب إزاي حضرتك بتقدر تنظم وقتك ما بين الشغل وما بين حياتك الشخصية في الظل وجود كل المشاريع دي يعني أنا بعرف أتبسط لكن يعني من غير شغل أنا مش أعرف أتبسط فالواحد لما بيلاقي إنه هو اشتغل كتير وعمل مجهود كتير بيعرف يلاقي فرصة إنه يتبسط إيه الحاجة اللي حضرتك كنت بتعملها زمان ودلوقتي خلاص بطلت أعملها كنت باجري زمان بس بعد ما عملت حدسة ما بقتش أخضر أجري يعني الحمد لله الواحد يعني ما فيش حاجة يعني ما بقتش صغير زي زمان أنا قصدي في الشغل حاجات كنت بتعملها من قلة خبرة أو كده ودلوقتي بقى عندك خبرة كافية إنك تتفاديها أهم حاجة إنك ما تقولش إنك عارف كل حال يعني أهم حاجة إنك تفضل يعني تفضل تتعلم وتسمع أراء الآخرين وفي الآخر تكون يعني وكرة النظر بتاعتك هي دي اللي بتفرق يعني أنا ملاحظ ده في كام حضرتك من كل أسئلة يعني بس قاياك سؤالتوا لي ده لحد دلوقتي ده لحد يعني بالضبط ده مهم جدا أنا ما عرفش بكرة هيبقى إيه ولو وقفت تعليم أنا مش عارف هتبقى قراراتي صحة بعد كده ولا غلط يعني بتهيلا أنا لو وقفت تعليم هبطل شغل يعني يعني عشان ما أخدش قرار يبقى مش محسوب مش محسوب أه عمتا في شغلك جد بقى أولا بيقى في مساحة للهزار طبعا في مساحة للهزار في مساحة للهزار يعني أوقات الشغلة بتروح تتبسط بالضبط بالضبط أنا كل اللي بشتغل معهم يعني باعتبرهم زي إخواتي أو ولادي يعني ما عنديش يعني أنا بقعد في المصنع في مكتب في المصنع ما بين كل المديرين بتوعي ما بقعدش في مكتب في حتة يعني معينة أنا بحب أتعامل مع المديرين ومع العمال مباشرة يعني طيب حضرتك لما طلعت في شارك تانك هل ده زود شعبية شوية أو خلى ناس زي كده أو جنريشنز أصغر مني كمان تبتدي تعرف حضرتك الناس اللي هي ملهاش علاقة بالبزنس خالص أنا طبعا كنت متردد جدا إن أنا أدخل يعني شارك تانك عشان أنا ما بحبش ولا حد يبقى عارفني ولا يعني مش مش ماي انترست يعني لكن كانت هي الهدف منها إن هي فرصة إن إحنا نشجع الشباب أصحاب الأفكار الزغيرة أو الكبيرة يعني إنه إنه هم أو نوجههم للحاجة يعني إزاي الشغل بتاعهم يبقى أحسن أو إزاي يعرفوا يكبروا أو كده فكان أنا شايف إنها فرصة إن الناس دايما بتقعد تتفرج على نجاحات برة وبتقول إحنا ما عندناش الفرصة دي في مصر فالبرنامج ده كان فرصة إنه إن الناس تو أنبلوك الايدياس بتاعتهم وإزاي يقدروا يكبروا وإزاي يقدروا يجيبهم يعني مستثمرين بدل ما أنا بستثمر في ستارتابس في أمريكا وستارتابس في حتة تانية طب ليه ما استثمرش في شركات هنا في مصر فده كان اللي شجعنا يعني لكن ما كانش يعني إحنا كنا خايفين من يعني لو تبص على كل اللي موجودين في البرنامج كلهم يعني ناس بيري شاي مش معروفين محدش كان بيشوفهم قبل كده أحساسكو إيه لما شفتوا بقى السوشيال ميديا ببرنامج مكسر الدنيا وكام الحمد لله إن إحنا شايفين إن رأكشن بوزيتف يعني محدش بيشوفنا يعني شايفتنا بطريقة وحشة فهو ده المهم وإن إحنا يعني ساعدنا كام شركة من اللي إحنا دخلنا معاهم إن هما إزاي يكبروا وإزاي يتوسعوا فده يدي أمل لناس كتير إن هي مش لازم تسافر برة ومش لازم تعمل شركة برة إحنا في مصر عندنا أوبورتونيتي إحنا فوق المئة مليون واحد فعندنا أوبورتونيتي كتير نقدر نشتعل عليه البرنامج ده كمان زود لحضرتك زي فان بيس كده ناس ما كانش ليه علاقة بالبزنس خالص ناس بسبب البرنامج بس تمام هل رجل أعمال مهم إن ويبقى مشهور أو بيفيده بأي حاجة؟ لا مش مهم مش مهم بخالص آه يعني أنا أصحابي النجحين أكتر مني كلهم ما حدش عارفوا عنهم حاجة ساعات بحس إن هو بتوصل لليفل نجاح كاعد كده بتبتدي تدور على طب شهرة بقى تأنلوك حاجة جديدة مثلا أنا بالنسبالي يعني الشهرة إن العين تبقى عليك آه آه فلازم تخلي بالك من كل حاجة أنت بتعمله فلا يعني أنا مش شايف إن يعني أنا بكلم علي أنا وتقريبا معظم اللي معايا يعني محدش فينا يعني هدفه الشهرة أنت زي ما أنت شايف إحنا ولا بنطلع على برامج تانية ولا في مجالس يعني كفاية علينا شغلنا واخد مننا وقتنا كله وهي مش بتفيد في البزنس أنا كنت فكر إن هي بتفيد بشكل ما هتفيد في إيه؟ مش ممكن هتفيد هي ممكن تضر بس عمرك استثمرت في مشروع ومنجحش؟ يعني مثلا إحنا في سنة 2008 كانت دي كانت أول أول حاجة وأنا يعني يعني لسه بادي شغل آه أول هزة آه يعني هزة العالم كله إنه وقتها كان يعني لما كان بيقولنا الناس بتوع البنوك بتوع بره كانوا بيقولوا إحنا إحنا مش عارفين نعمل إيه؟ يعني يعني ما يجي لك سي أو بتاع بنك يقولك إحنا مش عارفين نعمل إيه؟ كان وقتها ولا المصانع لها إيمة ولا العقار لإيمة ولا الفلوس لها إيمة فكات 2008 دي هزة جمدة جدا ما كناش كلنا يعني متوقعينها فدي كات أول خطة يعني تفوقنا إن إحنا يعني ممكن الدنيا يعني تتهز آه ودي كات أول مرة آه إن إحنا يعني اللي عملناه في ستة شهر من 2008 لحد نص 2009 آه قد اللي عملناه في الخمس سنين اللي قبلها غيرنا منتجات وطورنا ورخصنا في الأسعار وبقينا يعني مور كومباتيتر فساعات الأزمات بتخلق فرص مش بتبقى أزمة أزمة فاطلعنا آه ويعني كان معانا آه يعني ناس عملت قرارات ساعدتنا في إن إحنا نتوسع زي داي كان مشروع التاكسي وقتها والكلام دو ده آه شغل شركات العربيات فاحنا اشتغلنا معاهم آه يعني وقتها جامد فاحنا آخر 2009 كنا أحسن من من وقت الأزمة آه برضك آه في وقت الثورة 2011 عملت لنا أزمة تانية آه لكن برضك جات في 36 عوضناها والدنيا بقت أحسن فدايما الأزمات بتخلق فرص طب إيه الطريقة أو إيه النصيحة اللي تنصحها لحد فشل دلوقتي إنه يبتدي من صفر النجاح بيجي بعد كذا فشل يعني أنا أبويا أول ما ابتدى راح ليبيا يعني كان عنده أربع مصانع وكنا مبسوطين جدا في يوم وليلة أمموه آه أخدوا مصانعه أخدوا البيت بتاعنا بالهدوم بالكلام ده وكنا في مصر في المعمورة وقالوا لنا ما ترجعوا آه وقتها لما القزافي قال العربية اللي يركبها والمصنع اللي يقعد فيه والكلام دوات قالوا لنا ما ترجعوا رجع مصر وابتدى من الصفر وابتدى موبكا دي من الصفر آه وكان معنا شركة في الأول وبعد كده إحنا اشتريناهم آه فدايما يعني مفيش حاجة اسمها إنك ما تقدرش تبتدي من جديد يعني طالما أنت عندك الويل وعندك الفكر تقدر تجرب يعني بأي طريقة مين كان مثلك الأعلى في البيزنس وانت صغير يعني متهيالي والدي يعني أنا مش عايز أقولها يعني دعاية لي ولا حاجة بس أنا لحد النهاردة والدي متوفي بقاله خمس سنين أنا عايش لحد الوقتي بذكراء أنا وإخواتي يعني كلما نروح حتى نقولهم أنا ابن فاروق عبد المنعم معظم الناس هو عمل لهم حاجة طيبة يعني فهو يعني كان معلمنا اعمل الخير ورمي البحر يعني النهاردة في حاجة جديدة في الساد ديزاين اللي هو التمثال ده وبالصدفة حضرتك موجود معنا يعني اه ايه رأيك في بولد بانز ده مثال للشباب الزغير اللي عنده فكرة اه وخلق منها شركة الشباب دولا اه جم كلموني على الفكرة بتاعتهم اه ما مشتهمش من المكتب غير لما ماضيت معهم اه بحيث ان انا اه اقتنعت جدا بالفكرة وبان هما يقدروا يعملوا حاجات كتيرة من الفكرة دي يعني احنا ده بداية الطريق بس مش ده نهاية الطريق احنا هنطبق الفكرة دي في حاجات كتيرة جدا هتشوفوها في وقت قريب جدا بس هو ده المهم انك انت عمرك ما تفكر انك انت تقدر تعمل كل حاجة بنفسك لازم تو ماتش وز رايت بيبو هو ده الصح فاحنا عندنا شباب كتير قوي في مصر في دي بولت باند او حاجات تانية فيهم فيهم بوتانشل كبير فهم دول اللي انا بحاول ادور عليهم واستثمر معهم اكيد حضرتك بيجي لك ناس كتير قوي تقترح لك مشاريع تبقى عايزة تشاركك تبقى عايزة منك مساعدة ايه نوعية الحاجات اللي بترفضها او ما بتقبلهاش انا مين لي بستثمر في البنى قدمي يعني لما بلاقي شخص بتوسم فيه انه ما بيبعليش الهوى يعني يعني معظم الوقت بستثمر فيه يعني لكن اللي عايز يكسب مني احنا يعني احنا كلنا كنا بنستثمر في شركات او حتى الشركات المالتي ناشنل كانت بتستثمر في شركات والمبدأ بتاعها يعني ما بقتش دلوقتي كده بعد الهت بتاعت 2022 يعني في العالم كلنا اتخبطنا يعني كستارتوبس وكده فدلوقتي انت بتفكر في الشركات اللي هي ازاي تعمل فكرة كويسة وما تحرقش فلوس كتير في الاول ويبقى الريتيرن يجيلك بعد سنة او سنتين او تلاتة مش بعد 20 سنة يعني او ل 30 سنة الناس عايزة تعرف برضو اكتر عن حياتك الشخصية هو يومك بيمشي ازاي؟ بصحى بادري جدا وابقى في الشغل تمانية او تسعة وبرجع اتغدى الظهر على خروج المدارس وبرايح ساعة او ساعتين ويا اما بشتغل بالليل من البيت يعني بيجيلي حد او كده افكار كثير او تطلع عندي من الصالون يعني ااااااااااااااا وبعد كده اما بخرج او بتعشة في البيت وبنات ايه اخر فيلم حالك شفته؟ اخر فيلم شفته على ناتفلكس اسمه حاجة ستون ولازم كل الناس تتفرج عليه ده بيوري المستقبل ممكن يبقى شكله ايه بس يعني مش مش مستقبل يعني فيه افلام كتير اوي من اللي احنا شفناها كانت بالنسبة لنا حلم زي ستار وور والكلام ده دلوقتي بقى كل الحاجات دي معظمها موجودة فمش عايزين تستمت ان المستقبل ممكن يبقى شكله ايه طب ايه اكتر اغنية بتحبها؟ بحب كل اغانيه عامر ديب معظمها يعني ومحمد رمضان وكده اللي اتنين اصحابي تحب الاغاني الجديدة اه بحب الاغاني الجديدة اه انا كنت وانا صغير دي جي كنت ما بشغلش غير انجليزي بس دلوقتي قلبت على عربي 100% طب كان ايه اللي هيحصل لو انت صغير ما كنتش دخلت اتجارة وكان اكبروك تخش هندسة زي ما عائلات كتير بتعمل مع ولادها كنت ممكن اروح في ده يعني يعني لو كنت دخلت هندسة وانا مش قادر اشوف الحاجة 3D وكده طبعا ما عرفش ايه اللي كان ممكن يحصل يعني بس اكيد ما كنتش هبقى لنا فيه دلوقتي يعني مين الشخص اللي حضرتك تتمنى تقابله السي او بتاع انفيديا لما تقابله هتكلم معاه في ايه مثلا او ايه اول حاجة هتكلم معاه المستقبل هو شايف المستقبل رايح على فين اوكي économique ما يعني دا الشخص اللي حضرتك هستابل عشان شايفه من بعد ستيف جوب شايفه هو اسكا واحد موجود نهاردة في العالم يعني في سي او بتوعى الشركات التكنولوجيا احنا عرفنا ان حضرتك ما كنتش ندا في المدرسة بس لو هتلخص طفولتك في كلمة كنت عايش هيوم بيوم كنت شائي يعني اه كنت شائي جدا شاءة هو اللي هي للناس تحبها ولا مصايب عمري ما دايقت حد انا ما عمري ما ولا دايقت حد يعني حتى لما رحت امريكا كانوا يعني يوجوا لي كانوا المصريين ما بيتعاونوش مع بعض انا لمتهم كده وجمعتهم ببعض انا عمري ما عندي ما عرفت حد عشان عندي مصلحة معا يعني دايما كل اصحابي ما بشتغلش معاهم او يعني ما فيش ما بيننا شغل من وحضرك صغير والبيزنس مهم في حياتك يعني كان عندك حصالة مثلا وانت صغير بتحوش فيها اه لا ما كنت شاطر اوي في الوقت دوت يعني اه 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 ما قدرش اقول ان انا ابتديت من وقت المدرسة يعني اشتغلي هل هو ده هدفك اللي كان نفسك تبقى وانت صغير ولا وانت صغير كان عندك حلم تاني كل يوم بيبقى عندي حلم جديد ما ما فيش حلم يعني ما كنتش هتخيل ان انا هدخل في التكنولوجي ما كنتش هتخيل ان انا ايها هيبقى عندي مدارس ما قدرش اقولك ان انا كان كنت مستهدف ده وانا صغير اه ده اهم سؤال بالنسبة لي في ناس كتير بتبقى مقتنع ان هو اه انا هوصل هعمل فلوس معينة احطها في البنك وروح اقعد لي بقى في بيت مسلا في السخنة عالبحر رايح دماغي ليه حضرتك لسه بتشتغل؟ لسه بشتغل عشان انا زي ما قلتلك في الاول انا عمري ما هقدر اقول ان انا اللي عملت موبكا مسلا صح؟ لكن انا نفسي بحاجة فان انا غيرت التعليم في مصر مسلا ان انا عملت بوش في السوق بتاع التكنولوجي في مصر في تفوكس على حاجة تنجح فيها جدا ان الناس تفولو يو وانك تريممبر يو ان جود وي حالك فخور بنفسك؟ الحمد لله يعني انا فخور بولادي وفخور بعيلتي لكن ما فيش حاجة اسمه فخور بنفسك يعني بتلوم نفسك كتير يعني بتقول تفكر بتلوم نفسك اكتر ما بتمدح في نفسك؟ ولا بعمل دي ولا بعمل دي يعني انا اهم حاجة لما بغلط بقول ان انا غلط يعني انا دي انا شايفها من احدى اسباب النجاح انك انت ما تكبرش في حاجة او ما ت يعني حتى لو انا موظف مثلا عندي كنت زعلان منه وبعد كده بقى كويس خلاص انا انا حبيته ولو بقى وحش انا ما بقتش احبه يعني ما عنديش حاجة اسمها ان انا بسب الدماغي على حاجة معينة افضل ماشي به على طول يعني طب ايه اهم درس اتعلمته في حياتك اللي تنصح بيه الناس دروس كتير قوي يعني انك ما تكبرش انك يعني انك لما تغلط اولا انك ما تقولش انك احسن واحد عشان ما فيش حد بيفهم يعني اكتر يعني اكتر واحد في الدنيا وتخلي معاك ناس يعني كويسين حواليك يزقوك لقدام بدل ما ناس تقعد يبقى شغلتها انها تقعد تنتقد في كل حاجة ما تساعدكش على النجاح يعني عمتان الانتربيو دي كانت مفيدة جدا الوقت تجري بصورة قوي نفس اعود اكتر بس عشان وقت حضرتها كان في اي حاجة عايز تتكلم فيها او حابب تقولها في الاخر لو عايز اقول حاجة ان احنا النهاردة عندنا في مصر فرصة في التعليم وفرصة في يعني في الشغل ان احنا ما نتحجكش بان احنا ما عندناش وما عندناش احنا عن طريق الانترنت كل الناس تقدر تجيب كل المعلومات اللي هي عايزها وكل الناس لازم تفكر في مشاريع جديدة وتفكر ازاي ازاي تركز في التصدير وانت تقدر تركز يعني في التصدير وانت شخص وتقدر تركز في التصدير وانت شركة بحيث انه اي حاجة بنصدرها بتجيب لنا فلوس وده هو ده يعني اكتر حاجة هتخلينا نقدر تسيرفايف يعني في الفترة اللي جاية ابسوط جدا انه قابلت حضرتك مش عايز تقول اي حاجة في الاخر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة